اليوم أحبائي طالما أننا في مزاج الأعياد سواء بحسب التقويم الغربي أو التقويم الشرقي حديثنا سيكون عن هذا الأسبوع الأخير وسأعطي نظرة تصورية على الأحداث الأخيرة من هذا الأسبوع الأخير وكيف نفهمها فإذا أحبائي هذا الأسبوع اللي خصص العهد الجديد والأنجيل طبعا البشائر الأربعة أكتر من أربعين في المية بيتحدث عن هذا الأسبوع الأخير ونكتشف أن هذا الأسبوع كان في مخطط الله كان في برنامج الله كانت في خطة الله الأزلية الأبدية اسمع ما يقول الكتاب المقدس وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا في الرسالة إلى العبرانين صح 9 والآية 14 مكتوب فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي فإذا واضح أنه بروح أزلي يعني قبل تأسيس العالم وهذا ما عبر عنه الرسول بطرس لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلت تموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم وعند ولادة يسوع المسيح شوف حتى الاسم يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وعند بداية خدمة يسوع المسيح قال يحنى المعمدان عن يسوع المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فإذا هذا الشيء ليس غريب وليس شيء فجائي ولا خطية آدم وحواء أنه خلقة إشكال لازم الله يدبر الفداء وهكذا أحبائي فكرة الأسبوع الأخير كانت في مخطط الله نبوات كثيرة اتكلمت عن آلام وصلب وقيامة يسوع المسيح مزمور 22 بيتكلم كده آية اللي هي أحداث الصلب مبتدئا بكلمات إلهي إلهي لماذا تركتني ثقبوا يدي ورجلي أحصية يعني اقترعوا على ملابسي ولم تكسر عظمة في مزمور 34 وبعدين في آخر مزمور 22 قد اكتمل يعني نفس الكلمة اللي استخدمها يسوع المسيح على الصليب ثم نبي إشعياء قبل 700 سنة إذا داود تنبأ ألف سنة قبل موت المسيح إشعياء تنبأ أكثر يعني قبل أكثر من 700 سنة عن موت المسيح وبيتكلم بتفصيل دقيق عن الأحداث فإذا أحبائي إن آلام وموت وقيامة يسوع المسيح هذه كلها كانت في مخطط الله الأزلي اتنبأت عنها الأنبياء في العهد القديم مثل داود مثل إشعياء مثل النبي دانيال مثل النبي زكريا ملاخي وآخرون كثيرون وتمت هذه النبوات فأنا بدعوكم في هذه الحلقة حتى نشاهد الأحداث الأخيرة من هذا الأسبوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة